بسم الله الرحمن الرحيم ازايك يا حبابي عنين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة في احسن حياة وطبعا معلش انا اسفى على صوت الوش اللي هتلاقي في الفيديو بس حبيت اوريك المنظر الطحفة ده اللي رايح الاعصاب لازم تمنعمح كده بعد السنوية العامة والحمد لله ربنا جبر بخطرنا و الف مبروك لكل واحد لان ربنا وقف جنبه نجح ان شاء الله يبقى سنة سعيدة على الناس كلها طبعا زي انتوا شايفين كده انا غازم اطلع وقولك على الفيديو ده لان بجد الحاجة اللي انا عملتها افادتني افادتني وفارت علي وقت ومجهود فلوس جدا فحبيت اقولك انا عملت ايه انا جاهزت معي حاجات خدتها وفارت علي فلوس كتير جدا وفارت علي مجهود كنت جامل للوقت في الوقت ده وضيع وقت افتح ديني الفطار لكن انا الحاجات اللي جاهزتها وفارت علي هروح اجبها تبقى جاهزة معي ويلا بينا على مصر اقولك انا عملت ايه وفارت ايه طبعا عملت هنا في مصر يا جماعة شوية اطباقة حلوة كده من البيتزة وهي البتي بجد الطريقة دي وفارت علي جدا مجهود وقت وكمان فلوس كتير اوي الحاجات هناك كتير غالية اوي لكن لما تعملها في البيت هتوفر معيك يلا اقولك انا عملت ايه ويه الكمير انا عملتها وفارت معي بجد حاجات كتير هقولك على المقادير وبقت الحاجة هشرح لك عليها وحنا شغالين اول حاجة هنا عندي معلقتين كبور من الخميرة الفضلية حطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر ودي عندي اربع معلقة سكر خدت منهم معلقة حطيت علي نصف كباية من المياه وهقلبهم كويس جدا عشان الخميرة تدفع معي بسرعة لان الجو ببقى حرق او هقلبهم على مجاهز المواد الجفة جبت هنا زي ما انت شايفها اتنين كيلو من الدي لانا عملت كمية حلوة جدا بجد نفعتني وفارت علي مجهود كتير عاوز اقولك ان الحاجات دي سعرها بالنسبة اللي انا شفته هناك حاجة كده لا تصبر هنا الناس اللي كانت بتسألني عن نوع الدي لانا باستخدمه انا باستخدم الكوصر عندي هنا اتنين كيلو من الدي حطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح حطيت عليهم باقت السكر اللي هما ثلاث معالق وحطيت عليهم اربع معالق من اللبن البودر لان انا هستخدم هنا الميا لكن لو انت هتستبعدي الميا ممكن تحطي حليب عادي بس احنا قلنا عايزين نعمل حاجة ووفرة وطعامها كمان حلو احطي هنا باقت الخميرة اللي عندي وابدأ هنا اضيفي الميا طبعا هنا الميا لازم تدي فيها تدرجيا حسب نوع الدي اللي عندك وحسب الكمية اللي انت هتعملها وان شاء الله هكتبلك في صندوق الوصف المقدار بالاثنين كيلو وبالكيلو كمان طبعا استخدمت هنا ثلاث كبيات ونصف من الميا وبيتنزل برضو تدرجيا لان معرفش العجينة هتاخد معي فيه ساعة دي بيشرب وساعة دي ما بيشربش ده ممكن يوقف مع حضرتك لكن الكمية اللي عندي بالظبط كان ثلاث ونصف كبار من الميا حطيت عليهم نصف كبية من الزيت وبدأت اعجن بقى كويس جدا عاوزة تضمني العجينة تبقى حلوة معيك رغم ان انت محطتيش للبن ولا زبدي ولا زبد ولا اي حاجة اللي انت تعجنيها كويس جدا العاكن الكويس هيديكي مسام حلوة جدا وهيديكي يعني عاوزة اقولك طعم تحفل ان العجينة هتبقى حاجة كده مورقة من جاوة منفوخة لانك انت غتمتها كويس جدا طبعا زي ما انت شايفة انا هدنتها هفضلت اجدعك فيها وعجن فيها لغاية ما خلتها نعمة جدا هجيب بقى الصناية بتاعتي والحلة بتاعتي ادهم ده هنزيد بسيطة وغطيها انا يا جماعة مش هخمرها انا يا دوبك هسيبها ترتاح بس شوية عشان الجو حر جدا لو انا خمرت العجينة وخلصت شغلها تلاقي العجينة دربت يعني قلت معاك جدا ورحت الخميرة بانت فيها لان الجو حر لكن لو في الشتاء خمريها الاول وبعدين اشتغل انا يا دوبك سبتها بس يعني ارتاح شوك شايفة الكمية اللي قدامك ده عاملت معايا مقدار قد ايه هقسم المقدار ده الى نصين نص هعمله بتزا والنص التاني هعمله البتين هعملولك بطريقة سهلة جدا ومش غالية ولا هتتعبي ولا اي حاجة طبعا زي ما انت شايفة بقى انا ما زي ما انت شايفة انا ما خمرتش العجينة هخمرها وانا شغالة باجيب كطع من العجينة زما انت شايفة وبحط هنا مسحة زيت او شوية رشد دقيق وبقطع بالشكل ده عشان تسهل معايا واعمل كمية كبيرة بطريقة وسرعة جدا زما انت شايفة باجيب اي قطع عندي دي كانت قطعت البورجر جبتها ممكن اي قطع عندي بس انا كنت عاوزة الحجم الكبير شوية ده باجيب بقى ساك كده وبدهنه دهنة زيت وبروح حتى فيه العائق البتزا بتاعتي اكون خلصت بقى كل كمية كلها واسيبهم كده الطريقة دي حلوة جدا لان بتديك شكل حلو جدا لبتزا بتاعتي بعد ما باسيبهم كده وخلصت كمية بدأت ترتاح بالشكل انت شايفة بروح جايبة كوبية وكن دهنة 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 ارض كوبية كده دي عشان تزل معي بالشكل ده وما تلزقش معي التجذيف ده بيخليكي هنا الحشوة بتاعتك وما تطلعش معاكي من البتزا بتبقى شكلها حلو بعد ما بتخنع باجيب هنا صلصة البتزا الصلصة انا عملتها عندي في القانية ان شاء الله سيبلك اللينك بتاعها او ممكن تستخدمي قطشة بحسب ما انت عاوزة بابدأ كده حط معلقة صغيرة ما تقطريش الميني بيتزا جماعة ما بتاخدش حشوات كتير يا دوبك بس بتحطي حاجات بسيطة كده زمان انت شايفة الحشوة هنا حسب ما انت عاوزة تحطي جبن تحطي سوسيس تحطي اي حاجة بصي انا عملت كمية كبيرة جدا بربع كيلو من السوسيس والله يعني بص كل واحدة خدت كتعة تاني وواحدة زتون يعني حاجات بسيطة ما كلفتنش اي حاجة طبعا زمان انت شايفة حطة هو الحشوة ده حسب رغبتك انت اخلص بقى كل الكمية بالشكل انت شفاها بس عاوزة اقولك على حاجة هم حاجة بتدهيني السوق بتاعك مسحة زيت عشان يديك تحميرة حلوة ويديك تسوية حلوة للبيتزا بتاعتي بحطي هنا جبنة الرومي بتاعتي وانا ما بحطش المزرلة دلوقتي خالص اللى ما دخل السوق بتاعي تشمع شوية وبعدين بحط المزرلة عشان ما تنشافش معايا وتفضل معايا طريقة طويل الوقت اخلص بقى الكمية زمان انت شايفة بقولك انا مش بحط البيتزا دلوقتي اقلا في الاخر زمان انت شايفة العجينة على ما خلصت بدأ ترتاح وبتعمل تجويف حلو جدا بس هم حاجة تدهيني اه ضهر الكوبية بديه عشان ما تلزقش معايا واعمل نفس الطريقة اخلص الكمية كلنا عندي بالشكل ده انا على فكرة الفوج ده طويل جدا بس انا حاولت اصراعه على قد ما قدر زمان انت شايفة بعمل نفس التكرور بحط الجبن وبحط الزتون والمخلل بتقصد الزتون والجبنة بتاعتي ودي هنا ما حطتش فيها زتون ولا سوسيس خليطها جبن بس للناس اللي حبا بعد زمان انت شايفة تشمعت معايا بالشكل ده برجع حط عليها المزرلة بتاعتي ودخلها الفرن يا دوبة تاخد لون وتلعت معايا بالشكل ده وابدأ اجيب بقى اللي استريتش بتاعي ولفها بس نعم حاجة استني عليها ما تقدر يعني ما تهدى شوية ما تحطهاش في الاطباق عشان ما تتراش معاك تهدى معاك شوية تحطها بقى في الاطباق وتبدأ اتغلي فيها وتحطها في الفلزة اللي عندي نيجي بقى نعمل الجزء التاني اللي هو اللي باتيه هنعمله بطريقة سهلة جدا زمانتي شايفة بجيب كتعة من العجيل اللي انا عملها فردها نصف فردة وبحط زمانتي شايفة نصف شوية معلقتين من الزبدة وعاز اقولك الزبدة دي انا حط فيها يعني جايبة ربع كيلو من الزبدة حطيت فيهم اربع معالق كبار من الدي تب ليه الحركة دي الحركة دي عشان الدي ده يشرب السواء اللي بتبقى موجودة في الزبدة وكمان عشان تفضل معاك طرية طول الوقت ولما تدخلها معاك الفريزر تتماسك معاك بسرعة كده بحط معلقتين في نصف وبطبقها بالشكل انت شايفي عملت اكتر من واحدة عشان تشوفي خلي بالك حطيها في النصف عشان ما تطلعش منك بروح حطي بقى الكمية دي حطها في الفريزر بتاعت تجمد معاك بس هي دي الحطة الوحيدة اللي انا حطها في الفريزر وبدأت اشتغل بقى عادي زمانتي شايفة بجيب اول كتعة وبرش الرشاط من الدي زمانتي شايفة وفضل افرد الاول حاجة بايدي لازم تفردي الاول بايديك عشان الزبدة بتاعتك ما تطلعش برا لو اشتغلت على طول بالمردنة وبالخشبة ازددتها هتلاقيها طلعت منك من كل حتة لأ زبطيها الاول بايديك وبعدين اعمليها بالمردنة بصي التطبيقات اللي انا هعملها دي بقى بحاول زمانتي شايفة بفردها كده وبرجع تطباعة تطبيقة واحد وارجع تاني افردها وارجع تطباعة بالشكل ده انا هعملك المنزل ده مرتين يا رب بتكوني فهمتي قصد ايه قصد التطبيقات دي هتديك توريقات من جوة هتديك هتخلي العجينة معاك هشة وطرية وحلوة جدا زمانتي يا بفرد وبطبق وي حطت الزبدة اللي حطتها في الاول ما حطتش تاني يا جماعة تالي كان كده اسهل وابسط طريقة زمانتي شايفة اهو كده طبقتها مرتين وشوفي بقى في كل مرة انتي طبقتها كم مرة وعملت معاك طبقات قد ايه دي كما جماعة كانت اسهل واسرع طريقة لتطبيق او الطبقات بتاعت اللي باتيه عشان يطلع معاك زي بتاع الافران بالزبط هبدأ بقى افرد زمانتي شايفة الفرد ده بقى النهائية بعد ما طبقته مرتين وكل مرة طبقتها اربع مرات يا رب بيكون الشغل واضح معاكي طبعا يا جماعة زمانتي شايفة بقى انا هحاول كده كل ما بتلاقي معلقة من الزبدة او زبدة طلعت رش رش دي معاكي مش هيحصل لها اي حاجة بحاول هنا بعد ما افرد الفردة اللي انت شايفها دي اخليها على شكل مستطيع كالي جماعة الشرح واضح بحاول كده اساوي الطروف بس انا حاولت ازبط لك الكبد بس يا عشان اجيب لك الشكل كله بحاول بقى اشيل الاطراف دي عشان ما تطلعش معايا شكلها مش مظبوط وانا بقطع البتي بتاعي حاجات بسيطة اطراف بسيطة يعني لا تذكر بس تبتديكي شكل ونتيجة حلوة جدا بس يا جماعة الشغل المتهايل الشغل واضح مش محتاج اللي انا يعني اتكلم بسيطة كل قطعة طلعت معايا قد ايه طبعا مجهزة للحشوة هنا بقى جبنا براميني ممكن تحطي اسطنبولي ممكن تحطي شوكولاتة اي حاجة بس انا طبعا بفضل هناك في الحاجات دي تبقى الحاجات اللي هي الجبن لانها بتديكي طعم حلو وبتعيش معاكي فترة احسن كتير من الشوكولاتة طبعا اهم حاجة بعد ما بقفل كده بلازم تقفلي بجد كويس جدا عشان ما تفتحش معاكي وبكون ده انا زي ما انت شايف اصطب بتاعي زيت عشان يديني تسوية من تحت حلوة وزي ما انت شايفها بخلص وببرو طبعا يا جماعة انا بجد لما عملت الحاجة دي عشان خاطر توفر علي وقت ومجهود ينجل طبعا لو انت روحت المصيف ما تضيعيش الوقت في الاكل وفي الشرب وفي العمال انت راح تستمتعي وراح تاخد اجهزة جهز الحاجات دي معاكي بجد اتوفر معاكي وقت ومجهود وكمان هتبقى سهلة معاكي الحاجات دي زي ما انت شايفة انا مغل فيها فحطها في طبق فويل وحطها عليها ستليتش وبحطها عندي في الديفليزة وانا بجهز خلاص شمتتي وخلاص فضيلي يعني وقت كده عشان انزل وروح جايبها الايز بوكس بتاعي وروح مدخالها حط الحاجات دي كلها واحفظها فيها مش هيحصل لها اي حاجة وما توصلي بستلامة بتروحي حطوها في الفليزر بتاع التلاجة المساف اللي عندك وقبل ما تسحي من النوم كده على ما تجهيز نفسك والجهيز اللي دوم تكون مطلعة طبقين طبق بقى البتيء او طبق البزة يكون فاكي معاكي وكده يبقى طعم وطحفة وحلو جدا طبعا لو انت عندك بقى فيه في المساف لقيتش المكرويف هيوفر عليكي بتاخد الطبق كده وتدفيه تسخنينه الصيدقية هيتلع معاك ازنك لسه عاملين طبعا لكن لو ما فيش هتسيبيع الرخامة على ما تجهز زما قلت لحضرتك هيكون جاهز معاك طبعا انا بكلمك وانا شغالة كده بتشوفي انسي الطريق اللي انا عملتها للبتيكة سهلة جدا وتطبيقات كتيرة زما انت شايفة وكون شغالة طبعا زما قلت لحضرتك انا عملت الفيديو ده عشان تستفيدي وتوفرها ع نفسك بجد طبعا زما انت شفعت ما خلصت بقى كمية من البتيكة كلها بجيب بضاية بحط عليها رشة من الفانيليا عشان الزفورة وبحط هنا نص كباية من اللبن إدفة وبقال الكواس طريقة دي جماعة احلى دهان بجد تتخذيلي البتيكة بجد لون حلو جدا وكمان ما في الزفورة اللي احنا حطين شوية من الفانيليا وبيدوا ريحة علوة طبعا لو مش عايزة فانيليا ممكن تحطي رشة من الخل طبعا ده للناس اللي مش بتحب السمسم او حبة البركة ممكن تعمليه بالشكل ده وعوازا يفضل طري معاكي اول ما يطلع من الفرن لازم ترشيه برشة مية هتشوفيها دلوقتي وتغطيه بالفوتة بالطريقة دي بتغدي باتيه طري معاكي لغاية اخلص عاوز اقولك بقى التسوية فيه انا بولع الفرن قبلها على درجة 180 في الشبكة اللي في النص واروح مدخلة اول ما ياخد لون من تحت بولع الشوية بس دقيق بيطلع معاكي بالشكل الطعفة اللي انت شايفه بص المنظر بص الطبعات قد ايه تالي يا جماعة يعني عاوز اقولك حاجة كده فوق الخيات ما خدش مني وقته والمجهودة على مبادهن الصوج التاني كنت بسوي ده بقى حط شوية من حبة البركة والسمسم زمانتي عاوزا ومشاء الله اتنين كيلو من دي عملولي كمية حلوة جدا من البتزة والبتين عاوز اقولك لو لو جمعنا التكلفة كلان احنا عمانيها ما يجيش بحق طبقين لو اشتريتهم من بره بجد يا جماعة ناكف المصيف الحاجة غالية جدا هنا بين رشة اللي رشة اللي انا عملتها بتاعة المية دي يا جماعة بتطر البيتهاد وبتطر المغبوزات جدا وبضغطيها بالفوتا وبعد ما بيهدى معايا زمانتي شايفة كده خلص وسيبه يهدى بلفه بقى بالستريتش معايا وبروح حط في الفليزة واول ما جاهز بقى الاستفار بروح واغدها معايا وتمنى النهاردة الفيديو كنا الاعجابكم واستفدتوا مني لو بنصيحة صغيرة كده ما تنسونيش بقى بلايك وشير وكل سنة وانت طيبين ويرب تكون اجازة سعيد عليكم وكلكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الاكل اسهل مع حق